نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول استقبل سعدة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعيات البحر لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفدا أذربيجانيا رفيع المستوى برئاسة سيد أرخان محمد أوف رئيس مجلس إدارة الواكالة الأذربيجانية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوفد المرافق له وقد تناول اللقاء سبل بحث تنشيط العلاقات بين الجانبين بما يخدم فرص التعاون المشترك بين المؤسسات الصغيرة والمتنهية الصغر على وجه الخصوص كما عرض السيد محمد أوف الفرص التي توفرها بعض القطاعات الاقتصادية في أذربيجان وعلى رأسها قطاعات الأغذية والمطاعم والمقاولات وأكد النائب السلوم حرص الجمعية على فتح أسواق جديدة للمؤسسات البحرينية بما يصب في النهاية في خدمة الاقتصاد الوطني للمملكة مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار داخل المملكة من قبل الشركات الأذربيجانية وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف سعادت النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرحبا بك في النشرة الاقتصادية بداية لو تحدثنا عن أهمية هذا اللقاء وأبرز المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها مع الوفد الأذربيجاني بالبداية أحب أن أشكركم عن استضافتي معاكم اليوم وأتكلم عن أهمية زيارة وفد من أذربيجان لمملكة البحرين برئاسة رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجانية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوفد المرافق له من خلال هذا اللقاء تم استعراض الكثير من الأمور أهمها استعراض تجربة مملكة البحرين في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها سيدي صاحب الجلال الملك حمل بن عيسى الخليفة وبدعم من سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والاهتمام بهذا القطاع بشكل كبير وتمل الطلاع على الخدمات المقدمة من صندوق العمل التمكين وصادرات البحرين في دعم هذه المؤسسات في أنها تكون لها تواجد على مستوى الإقليمي أو يكون لها تواجد في دفع خدماتهم خارج مملكة البحرين وتم أيضا في المقابل استفادة من التجربة الإداربيجانية وتكلمنا عن القطاعات التي نرى أنفسنا أن نحن نقدر من خلال هذا الاجتماع أن نحفز الجانبين سواء من مملكة البحرين أو من أداربيجان للعمل فيها نعم سعادة ترناب إذن ما هي أبرز فرص التعاون بين الجانبين خاصة بعد عقد هذا الاجتماع تم الاتفاق أن عندنا فرص كبيرة وواعدة في مجال قطاع الأغذية والأمن الغدائي في المطاعم وأيضا في خلق تعاون سياحي ما بين الدولتين نعم وكذلك أن تم توضيح والتأكيد أن أذربيجان لديها كثير من التقنية في قطاع المقاولات وهذا أيضا راح يكون له دور كبير أن يحل جزء كبير من الخدمات الإسكانية وتقدم حلول إضافية لمملكة البحرين وبالأخير تم اختتام أن هناك حاجة ضرورية من خلال هذا الشيء أن يكون زيادة الرحلات ما بين مملكة البحرين وأذربيجان وزيادة الرحلات في الطيران لأنها في حد ذاته راح يزيد من حد السواح والتنقل مع بين الطرفين وأيضا راح يسهل عملية انتقال البضايا والخدمات إذا ما تم فتح هذه الخطوط فتم الاتفاق أن يتم حث الجانبين على زيادة الرحلات المباشرة ما بين المملكة وما بين أذربيجان لأنها راح يكون له أثر الطيب والأثر اللي راح ينمي هذه العلاقة ما بين الدولتين وبالأخير إن شاء الله يعني راح نعمل معاهم على تنفيذ ما تم الاتفاق فيه في الاجتماع وأهمها أنه يكون في تبادل أو يكون في معرض أيضا مشترك ما بين الجانبين يكون في البحرين في أذربيجان وذلك للتعرف على رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في الجانبين وخلق فرص في الدولتين أن يكونوا يمرسون فيها التجارة المطلوبة نعم سعدت النايب أحمد سباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية اختتم مؤخرا منتدى مكة للحلال أعمال نسخته الأولى والذي أقيم بحضور وزير التجارة السعودية الدكتور مجد القطبي وسط حضور ومشاركة أكثر من 120 دولة وممثلي الغرفات التجارية من عدة دول إسلامية وعالمية وتضمن المنتدى إقامة أكثر من عشر جلسات نقاش و250 اجتماعا نقشت فيها مجموعة من المحاور المتعلقة بقطاع صناعة الحلال أبرزها تحليل التحولات الديمغرافية والسلوكية في السوق وكيفية استهداف الشرائح الجديدة التي تنشأ من تلك التحولات إضافة إلى استراتيجيات التسويق المبتكرة للاستهداف وكيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في الوصول إلى الشرائح الجديدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة وشهد المنتدى ضمن فعلياته توقيع ست اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف شملت توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركة تطوير منتجات الحلال والتي مثلها الأستاذ فهد النحيط الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من الجهات ذات العلاقة والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحر لمقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر